هناك أدوار إقليمية كانت داعمة لجهود السلام في السودان كيف تنظرون إلى دور دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص في تحقيق السلام السوداني نحن الحقيقة نشعر بامتنان لإخواتنا وأشيقائنا ودول الجوار التي ساهمت بأشكال مختلفة جدا في عملية السلام يعني وجدنا دعما مقدرا سواء كان على المستوى السياسي وأحيانا الدعم الاختصادي واللوجستي لعملية التفاوض نفسها التي استمرت لفطرات طويلة جدا ممتنين لجمهورية جنوب السودان الذي استضافت الحوار وفرغت تيم من كبار قياداته قادوا عملية الوساطة والتسهيلات المختلفة وهذا شيء طبيعي جدا لأنه نحن كنا دولة واحدة وما زلنا نعتبر نفسنا شعب واحد في دولتين ممتنون لأشيقائنا في دولة الأمارات العربية المتحدة قدموا مساعدات كبيرة جدا في هذا الجانب وبالذات في جانب الدعم اللوجستي لعملية السلام واستقبال الوفود وإقامتها طوال هذه الفترة في جنوب السودان ممتنون أيضا للدعم السياسي وأشكاله المختلفة اللي وجدناه من مصر وجدناه من المملكة العربية السعودية من الريخة في تشاد في أثيوبيا في أريتريا كل دول الجوار أبدت بادرات طيبة جدا تجاه عملية السلام في السودان ربما لإدرات بأن تحقيق الاستقرار والسلام في السودان سينعكس إيجابا على كل المنطقة والعكس أيضا صحيح بأنه إذا حصلت اضطرابات وعدم استقرار سينتقل إلى البلاد الأخرى نحن ندينا حقيقة شعور كبير بالامتنان والشكر لكل هؤلاء الأشقاء وعلى رأسهم دولة الأمارات العربية المتحدة ولن ننسى أيضا إخوتنا في قطر في مراحل سابقة قدموا دعم لعملية التفاوض في دارفور وأيضا الممتنون لما قدموه من جهد وما بزلوه من رغبة في أن يساهموا خلال المرحلة القادمة